لا زالت مدن ساحل حضرمو تعيش أزمة خانقة في المشتقات النفطية وخصوصا البنزين رغم الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعره وتستمر معاناة المواطنين في الحصول على بعض اللترات من البنزين والتي قد تستغرق عدة ساعات في طوابير للمركبات واستفت العشرات من المركبات أمام المحطات لتعبئة لترات من الوقود في محافظة تعد هي الأغنى بالنفط والمصدرة له وأكدت مصادر إغلاق بعض المحطات لعدادات التعبئة حتى يصل الإمداد من شركة النفط بساحل حضر مود والتي لم توضح حتى اللحظة أسباب هذه الأزمة